بسم الله الرحمن الرحيم بيان إلى الرأي العام باسم شيوخ وجهاء منطقة الصرين ومنطقة الجرنية بجميع مكوناتها عربا وكردا وتركمان باسمي واسم وجهاء صرين والجرنية والعشائر في المنطقة إننا نرفض هذه الفتنة التي تحصل في المنطقة الشرقية والأمور التي تحصل هناك لا تمد لنا ولا للعشائر بأية صلة كما يزعم الإعلام الخارجي بهذا الشيء والقوات العسكرية الموجودة على الأرض هي من أبناء كافة العشائر وتقوم بواجبها والدفاع عن الشعب ضد خلايا داعش الإرهابية وإننا حاربنا الإرهاب وما زلنا مستمرين في النضال وسنكون خلف قواتنا العسكرية ومجلس سوريا الديمقراطية كونها المشروع الوحيد الذي يحافظ على حقوق جميع المكونات وإن ما يحصل في دير الزور هو لبث الفتنة والتفرق بين المكونات بين مكونات شعبنا الآمنة وبدعم خارجي وإقليمي الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والنصر لقواتنا واحد ثلاثين ثمانية الفين وثلاث عشرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته